يروى في الآثار أن من مات مصبراً على الغيبة فهو من أول من يدخل النار ومن مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة من آخر من يدخل الجنة إذا مات تائب منها وقلع منها لكن قد ملابها صحايف يا العطيف ولا يغتب بعضكم ومثل الله دناءة هذا المثل سيحب أحدكم أن يأكل لحمة خيميتاً فكرهتمه يقول الجنة بن محمد شفت سائل في الطريق فقلت في نفسي هذا عنده قوة لو صرفها في الكسب ويكف نفسه عن سؤال الناس أحسن فقال لما ذهبت البيت أخذوا له قيلوا له رأيت جاء جاء بذلك السائل وضع ميت بيني يقول فقال كل لحمة فقالت غتبت قلت سبحان الله إنما كان خطرة خطرة في خاطري ما كلمت حد فقال فقيل لي مثلك لا يسمح له بمثل هذا حتى خطرة من عندك عرفك الله من جلاله وعظمته وصير التصريف والعباده شيء كبير ليش تعترت ليه بقلبك تغتاق الله أكبر ولا يغتب بعضكم بعضا